حياكم الله معنا انفيديا أطلقت برنامج جديد في مرحلة البيتا هذا البرنامج حيكون حلقة الوصل بينك وبين كرة الشاشة اللي عندك ورح يغنيك عن استخدام لوحة التحكم القديمة واللي شكلها كانها طالعة من وندس 98 أو حتى تطبيق GeForce Experience في هذا الفيديو رح نعرفكم على كل مزايا البرنامج تابعوا معنا زي ما بتشوفوا الصفحة الرئيسية فيها مكتبة التطبيقات والألعاب اللي موجودة على جهازكم وآخر مستجدات انفيديا لكن ننتقل إلى بقية التابس اللي فيها الاعدادات الخاصة بالبرنامج التاب التاني درايفرز واللي عن طريقه بنقدر نحدث ملفات التعريف وبنقدر نحول بين ملف تعريف الألعاب أو ملف التعريف الخاص بالتطبيقات لصناع المحتوى تاب ستنجز فيه كل الاعدادات المهمة اللي بتحتاجها نشوف مثلا خيار RTX Dynamic Vibrance هاي خاصية جديدة من انفيديا بتضيف الـ HDR للألعاب وبتعطي نتيجة أفضل من الأوتو HDR الموجود في الويندوز 11 وخيار RTX HDR اللي بيخلي الفيديوهات العادية برضو كأنها HDR وخلينا نوريك خيار رهيب جدا اللي هو DSR Factors هذا الخيار بيسمح لك عن طريق الذكاء الاصطناعي انك ترفع Resolution اللعبة أكثر من Resolution الشاشة اللي عندك يعني لو شاشتك Full HD بتقدر ترفع دقة العرض لـ 2K وراح تلاحظ انه بداخل اللعبة راح يصير يطلع عندك دقة عرض أعلى ولما تختارها راح تحس بفرق ملحوظ في الوضوح الخاصية جدا رهيبة وبنلاحظ واحد من الخيارات المهمة الموجودة عندنا هو خيار Max Frame Rate واللي بيخلينا نحدد معدل الإطارات وحتى خاصية V-Sync اللي بتزامن أداء كارت الشاشة مع سرعة تحديث الشاشة بننصحك انك تعملها داخل اللعبة OFF وتختارها ON من داخل التطبيق لأنه هاي الحركة راح تعطيك Input Lag أقل مما انك تفعل الخيار بداخل اللعبة نفسها طيب نرجع للتطبيق عنا Tab Redim لتفعيل أي كوبونات وعروض وأيضا Tab Settings اللي راح يعرض لك مواصفات جهازك بالتفصيل نظام التشغيل كارت الشاشة إصدار الدرايفر اللي عم تستعمله تقط عرض الشاشة التردد الرام ومساحة التخزين أيضا عنا خيار لتفعيل الأوفرلي وهي واجهة بتعرض لك معلومات الأداء للألعاب مثل معدل الإطارات ودرجة حرارة كارت الشاشة وغيرها من الخيارات وعنا أيضا خيار لتفعيل الفلاتر اللي بنقدر نضيفها على الألعاب أحد الخيارات الموجودة هون يسمح لك تخلي أي درايفر جديد ينزل بشكل تلقائي أنا عن نفسي ما بفعل هالخيار وبحمل كل درايفر جديد بنفسي حتى أتأكد أنه ما في أي مشاكل ولو عملنا سكان بيقدر يجيب لنا كل الألعاب والتطبيقات وفي كثير ألعاب إنفيديا بتقدر تضبط لك إعداداتها بشكل تلقائي لو فعلت هذا الخيار وطبعا ما زال بإمكانك أيضا تفتح الكنترول بنال القديم لأنه بعض الخيارات ما انتقلت للبرنامج الجديد بشكل عام هيك ألقنا نظرة على برنامج إنفيديا الجديد البرنامج اللي راح يكون خاص بالتحكم بخيارات كارت الشاشة الموجود عندك في الجهاز إن شاء الله يكون عجبكم الشرح واستفدتوا منه ونشوفكم في مقاطع تانية إن شاء الله